تتواصل جهود مصر والوسطى للوصول لاتفاق باقف الحرب الإسرائيلية على قطع غزة وأصدرت حركة حماس بيانا طلبت فيه بإدخال تعديلات على المقترح الأخير الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن كان أبرزها الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطع غزة في الوقت الذي تستمر فيه جهود مصر والوسطى من أجل توصل الاتفاق هدنة يضع حدا للحرب وينهي معاناة الفلسطينيين فإن سمت نقاطا خلافية لم تحدد بعد الشكل النهائي لتلك الصفقة حتى الآن أو تضمن وصولها لبر الأمان بالنسبة لحماس فقد رأت الحركة مطالب يجب تنفيذها في المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن وتتضمن المطالبة بسلاس مراحل متصلة ومترابطة من وقف إطلاق النار إلى جانب الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطع غزة تحفظ آخر أعلنته حماس فيما يتعلق بطرح بايدن الذي يستسني مئة أسير فلسطيني من ذو الأحكام العالية هذا بالإضافة إلى مطالبتها بإعادة إعمار غزة ورفع الحصار بما في ذلك فتح المعابر الحدودية والسماح بحركة السكان ونقل البضائع دون قيد من وجهة نظر حماس فإن التعديلات التي طلبتها على مقترح وقف إطلاق النار ليست كبيرة أما واشنطن فرأت غير ذلك أصلا في وقت سابق إذ أكد وزير الخارجية أنتري بلانكين أنه على الرغم من أن بعض ما طالب حماس بخصوص مقترح بايدن قابلة للتنفيذ فالبعض الآخر لا يمكن تلبيته معتبرا أن حماس كان عليها القبول بالمقترح المطروح كما هو أما تل أبيب فكشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن طلب حماس الحصول على تعهد إسرائيلي بإنهاء الحرب في غزة هو في الواقع النقطة الشائكة الرئيسية في المحادثات حماس بدورها لم تغفل الصمت الإسرائيلي تجاه قبول أو رفض المقترح الأخير واعتبرت الحركة أنه في الوقت الذي يواصل فيه بلانكين الحديث عن موافقة إسرائيل على المقترح فإن الحركة لم تسمع أي مسؤول إسرائيلي يتحدث بهذه الموافقة داعية بلانكين وإدارة الرئيس بايدن إلى الضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي